السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات آثار جانبية ضارة وأحيانا خطيرة للأدوية أردت من خلال هذا الفيديو أن أضيء على هذا الموضوع الهام للعمل على إيصال معلومات في غاية الأهمية للوقاية من حدوث ضرر صحي كبير قد يصل إلى حد الآلام المبرحة وتسمم وتلف الأعصاب هل تتناول هذه الأدوية وما هي تأثيراتها الجانبية الضارة والخطيرة وكيف تتعامل معها بشكل صحيح أنا كطبيب بالتأكيد أجد أنه من الضروري يوصف الدواء في حالات كثيرة لعلاج الأمراض بعد فحص المريض وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل ووضع تشخيص وتقييم دقيق للمريض ومع الدواء أضع خطة متكاملة لبرنامج تغذية صحي وبرنامج حياة صحي الأدوية لها فائدة كبيرة في علاج الأمراض لكن أيضا لها تأثيرات جانبية ضارة والضرر قد يتحول إلى خطورة كلما كانت فترة استعمال الأدوية أطول وجرعتها أعلى معظم الناس يظنون أن الآثار الجانبية للدواء تظهر بالضرورة مع بداية تناول الدواء لكن في الحقيقة وفي حالات كثيرة يمكن أن تظهر بشكل متأخر بعد فترة من الاستعمال ويبدأ المريض بالشكوى وتظهر أعراض وعلامات ناتجة عن استعماله للدواء فبعد استعمال بعض أنواع الأدوية بحوالي ستة أشهر تظهر آثار جانبية على شكل أعراض دوخة وغثيان وقياء وعند بعض المرضى تتطور الآثار الجانبية الخطيرة إلى تلف في المخ وتلف في الأعصاب وعندها يبدأ المريض بالشعور بالخدر والتنميل ويتطور ذلك عند بعض المرضى إلى ضعف بالعضلات مع تنميل وخدر نتيجة اعتلال وتلف الأعصاب عدد كبير من الأدوية يسبب أذية وتلف للأعصاب ومعظم هذه الأدوية يستخدمها الناس ولا يعرفون أنها تسبب ذلك فالمضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب البكتيرية التي يستخدمها الناس لمعالجة الانتنات والالتهابات الناتجة عن عدوى بكتيرية هذه المضادات الحيوية هامة لعلاج حالات كثيرة من الالتهابات وتنقذ حياة عدد كبير من المرضى المصابين بعدوى بكتيرية ولكن استخدامها بشكل مفرط وكما يقال بالعامية بلزوم ومن غير لزوم يمكن أن يسبب ضرر وأذية كبرى مع أن استخدامها على مستوى العالم ممنوع بدون وصفة طبية وبعد وضع تشخيص وتقييم دقيق لحالة المريض لكن للأسف بعض المرضى يحصلون على هذه المضادات الحيوية وأدوية الالتهاب بدون فحص الطبيب وبدون تشخيص دقيق للمرض ويتناولون الدواء ولا يعرفون أن التأثيرات الجانبية الخطيرة له قد تكون أكبر بكثير من فائدته بالنسبة لهم وهذه المضادات الحيوية لها تأثيرات جانبية ضارة وخطيرة تصل حتى أذيت واعتلال الأعصاب وتلفها يجب عدم إيقاف أي دواء أو تعديل جرعته بدون استشارة الطبيب المعالج والمشرف على حالتك ففي كثير من الحالات إيقاف الدواء قد يكون له ضرر أكبر مما تتصور يجب الحذر عند استخدام المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب البكتيرية وبشكل خاص هذه الأدوية أولا أدوية فلورو كينولون أو الكينولونات وهي مضادات حيوية قوية تستخدم في الحالات المتقدمة والصعبة ومنها المضادات المعروفة باسم سيبروفلوكساسين وأوفلوكساسين هذه المضادات الحيوية لها تأثيرات جانبية ضارة بشكل كبير وللأسف ما يزال بعض الأشخاص يتناولونها لحالات بسيطة مثل التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين حالات يمكن علاجها بأدوية آثارها الجانبية أقل بكثير من هذه المضادات الحيوية فتصوروا أن يتناول شخص مضاد حيوي مثل سيبروفلوكساسين لعلاج التهاب لوزتين فيحدث له تلف أعصاب بسبب الآثار الجانبية لهذا الدواء يجب الحذر من قبل المريض وأيضا من قبل الطبيب عند كتابة دواء من أدوية فلورو كينولون والتي تظهر آثارها الجانبية بعد عدة أشهر من تناولها فلا يتوقع المريض ولا الطبيب بأن الآلام والأذية العصبية سببها الدواء التي تم تناوله من خمسة أو ستة أشهر من الأدوية أيضا دواء مترونيدازول ويسمى فلاجيل ففي بعض الحالات يستخدمه المريض بجرعة عالية ولمدة طويلة ويسبب أذية واعتلال أعصاب من الأدوية أيضا المدرات البولية مثل فيوروزيمايد المعروف باسم لازيكس وهذه الأدوية تستخدم لمرضى القلب وعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وحالات احتباس السوائل في الجسم والقدمين والساقين وتستخدم بشكل واسع بين المرضى مئات ملايين الأشخاص حول العالم يتناولون هذه المدرات البولية في حالات احتباس السوائل وارتفاع الضغط والعديد من الحالات القلبية لكن يجب أن تعرف بأن هذه الأدوية المدرة للبول تعمل على طرح وإخراج الماء من الجسم ومع خروج الماء يخرج معه شوارد ومعادن بوتاسيوم وكالسيوم وزينك وماغنيزيوم وعندما تنقص هذه الشوارد والمعادن في الجسم فإن ذلك النقص يسبب أذية وتلف الأعصاب وآلام عصبية من الأدوية أيضا أدوية مرض السكري شائعة للإستخدام وخاصة ميتفورمين أو غلوكوفاج هذا الدواء يمكن أن يستخدمه المريض لفترات طويلة في حال إصابته بمرض السكري نوع ثاني وتتم كتابته لبعض مرضى السمنة من أجل تنزيل الوزن الزائد وفي حالة مقاومة الإنسولين أو مرحلة ما قبل السكري وأيضا تتم كتابته للنساء المصابات بتكيس الموايض أو كيسات المبيضين الميتفورمين يمكن أن يسبب أذية وتلف أعصاب وآلام عصبية فهو ينقص امتصاص فيتامين بي 12 في الجسم وبالمقابل يزيد في الجسم مادة هوموسيستين السامي للأعصاب وللأسف معظم المرضى لم يسمعوا بهذا الكلام من قبل والطبيب لم يحذرهم من ذلك هناك أدوية يستخدمها مرضى القلب يتم وصفها من قبل الطبيب هي أدوية هامة وضرورية لعلاج العديد من الحالات القلبية من هذه الأدوية دواء اسمه أميودارون الذي يعطى في حالات اضطراب نظر القلب هذه الأدوية لها تأثيرات جانبية ضارة وخطيرة على الأعصاب فقد تسبب أذية وتلف أعصاب وآلام عصبية وخاصة عند رفع جرعة الدواء واستخدامه لفترات طويلة في الحقيقة عندما نكتب للمريض دواء قد يسبب له أذية وتلال أعصاب وآلام عصبية يجب أن نضعه في تصور ذلك وأن نخبره بالتأثيرات الجانبية الضارة والخطيرة للدواء الذي سوف يتناوله وعندما يشكو المريض من أعراض عصبية معينة نتيجة استخدام الدواء يجب إيقافه واستبداله بذواء آخر وعلاج الأذية والآلام العصبية مباشرة أنصحك بأن تقلل استخدام الأدوية بشكل عام وأن تضع طبيبك في صورة وضعك والأعراض التي تشكو منها بشكل دقيق اليوم ومستقبلا عند استخدام الدواء وأنصحك بسؤال الطبيب دائما عن الآثار الجانبية للأدوية المكتوبة في الوصفة وهل لها تأثيرات جانبية خطيرة وتسبب اعتلال أعصاب وآلام عصبية ولو على المدى البعيد أنصحك أيضا باتباع نظام تغذية صحي ونظام حياة صحي متوازنين فهما الحل الآمن لعلاج الأمراض وأيضا للوقاية منها وقد تحدثت عن ذلك في فيديوهات هامة موجودة في قناتي أنصح بمشاهدتها شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصي بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص إذا كنت ترغب بفهم عمل جسمك وأجهزتك بشكل دقيق وإذا كنت تعمل للوصول إلى صحة سليمة بعيدا عن الأمراض تأكد من الضغط على اشتراك وأيضا تشغيل الإشعارات ليصلك كل فيديو جديد لي ربما يحمل لك فائدة كبيرة وفرصة لعيش حياة جديدة بعيدا عن الأمراض شاهدوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الإسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون ووصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حولي اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته مفيدة لمن يدخل التعليقات معظم أسئلتكم إجاباتها موجودة بفيديوهات قدمتها في قناتي اكتبوا الدكتور نوار علي والموضوع الذي تسألون عنه يعني مثلا الدكتور نوار علي التهاب المفاصل وضغطوا على البحث باليوتيوب ستظهر مجموعة فيديوهات لي حول التهاب المفاصل وأي موضوع آخر يتم البحث عنه بنفس الطريقة أحبائي أنصحكم بالضغط على هذا الرابط ومشاهدة فيديوهات هامة ومفيدة جدا واكتبوا تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحظ الله ورعايته